كما تفقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي غرفة العمليات المركزية المسؤولة عن إدارة الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجستية للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ كوب 27 استمع مدبولي لشرح من مسؤولي الغرفة حول المهام التي تتولى إنجازها خلال فعاليات قمة المناخ ويقوم بإدارتها اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم اطمأن رئيس الوزراء على سير العملية التنظيمية لقمة المناخ وطلع أيضا على النظام الإلكتروني الذي تتولى اللجنة من خلاله متابعة مختلف العمليات بداية من وصول الوفود إلى المطار وحتى حضور الفعاليات في المنطقتين الزرقاء والخضراء وحتى المغادرة